السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في قناة وصفات لكم اليوم إن شاء الله سوف نحضر وصفة سهلة جداً وبسيطة لنفخ الخدود ولتوليد الخدود وتفتيحها أيضاً هذه الوصفة من الوصفات السهلة التي يمكنكم تطبيقها في دقائق وإن شاء الله مع المداومة والاستمرار عليها تعطي نتائج دائمة ولكي نحضر وصفة اليوم سوف نحتاج فيها إلى أول مكون وهو زيت السمسم سوف نأخذ مقدار متساوي من كل الزيوت التي سوف أذكر الآن في الفيديو أولاً نأخذ زيت السمسم مقدار ملعقة صغيرة من زيت السمسم كذلك نأخذ مقدار ملعقة صغيرة من زيت الحلبة بنفس المقدار الذي أخذناه من زيت السمسم يعني مقدار متساوي والآن نبدأ الوصفة على بركة الله أول شيء هنا نمزج هذه الزيوت مع بعضها البعض وبعد ذلك سوف نحتاج معهم ما يعادل ملعقة كبيرة من الزبادي أي لأخذ الطبيعي بدون سكر وبدون نكهة نمزج جيداً حتى نحس أن المكونات امتزجت جيداً مع بعضها البعض فهذه الوصفة يمكنكم تطبيقها على أي منطقة في الجسم أي ليس بالخدود فقط يعني أي منطقة تودون تسمينها والآن أصبحت الوصفة جاهزة بهذا الشكل كما ترون أما بالنسبة لطريقة التطبيق فأولاً نقوم بعمل مقشر للبشرة وذلك لإزالة الخلايا الميتة المتراكمة على البشرة لكي تكون لدينا بشرة نظيفة وتعطينا الوصفة المفعول بعد تطويقها ثم نبدأ نحط الوصفة على البشرة ثم نتركها مدة نصف ساعة بعدها نقوم بغسل البشرة ثم نجفف البشرة جيداً وفي الأخير نأخذ زيت السمسم وندهن الخدود أو أي منطقة نود تسمينها ثم نترك هذه الزيت مدة ليلة كاملة لأن زيت السمسم يعطي نتيجة في الترتيب كذلك يعالي الجفاف البشرة والتشققات خصوصاً في فصل الشتاء تطبق هذه الوصفة مرتين في اليوم إن كنتم تريدون الحصول على نتيجة فورية فجربوا هذه الوصفة لأنها تعطي نتيجة روعة منذ الأسبوع الأول من الاستعمال فهذه هي وصفتنا لليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل وأتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم وشكراً لكم على حسن المتابعة أنتظروا أراءكم وتعليقاتكم وألضاً تعمكم لي وذلك بالاشتراك في القناة ولا تنسوا أحبائي أن تشاركوا هذا الفيديو مع ألتقائكم لتعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته